إذن حضر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث والقرار الذي صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لحماية المستهلك يمكن عرفنا بعض الأسباب كذي بشكل موجز من خلال التقرير اللي شاهدنا قبل قليل ولكن راح نتعمق أكثر من خلال محطتنا والدقائق القادمة مع الفاضلة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك حياتي الله معانا يا نصرة أهلا السهلا فيكم إذن يعني قرار كذي غير متوقع ويمكن كانوا الناس ويد يعتمدون عليه على أساس أن تكلفته شوية تكون أقل من الشيء الجديد أعادتا نعم نتعرف على القرار متصدر بالضبط وأيضا لماذا صدر هذا القرار بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا أشكركم جزيل الشكر على تصليتكم الضوء على هذا القرار لأنه طبعا يهم صحة وسلامة المستهلك في المقدمة طبعا هذا القرار مش قرار جديد يعتبر قرار أصلا صدر قبل في عام 2011 وكان على أساس أن عقوبة المادة 21 من القانون الملغي وكان نفس الشيء يحضر استخدام السفنج المستعمل لصناعة الأثاث نعم بعد طبعا صدور القانون الجديد الحمد لله أنه في غرامات إدارية أيضا عملنا على أن يصدر قرار جديد في شهر إبريل من هذا العام فصدر طبعا هذا القرار كذلك على أساس أنه يؤكد منع استخدام السفنج المستعمل منع استخدام السفنج المستعمل والملابس المستعملة لصناعة الأثاث وطبعا أدرج في عقوبة إدارية توقع على المخالف قيمتها 500 ريال عماني وطبعا في حال أن ما أزال هذه المخالفة تستمر المخالفة بغرامة يومية 50 ريال بما لا يتجاوز 2000 ريال عماني طيب الورش التي تم مخالفتها وعلى ضوءها صدر وتم تأكيد هذا القرار ما كانت طبيعة الأعمال التي يقومون بها؟ طبعا هذه الورش للأسف فيها كثير من العمال الوافدة تقوم بجمع هذه المخالفات من القمامة الأسفنج المستعمل الأغطية والأفرشة الخاصة بالمستشفيات التي لا يمكن استعمالها بالإضافة إلى بقايا المحلات الخياطة فتقوم بتجميعها واستخدامها للوسايد استخدامها للأفرشة استخدامها للكراسي بعد طبعا ما تقوم بأخذ هذه تجميعها وإعادة تصنيعها مرة أخرى بمواد كيميائية وتطلع بشكل تسمى طبعا هما يعتبرونها أفرشة طبية إلا أنها طبعا بعيدة عن أنها طبية يعني هي أيضا تروج وتباع للمستهلك على أساس أنها طبية وأنها جيدة وأنها جديدة وكل هذه الأمور أيوة يعني المستهلك لما يذهب إلى المحل يجد كنبة جميلة يعني بشكل الظاهر من فوقها الله الله ومن داخل يعني طبعا داخل هذا الأثاث ماكسي للأسف بإسفنج مستعمل وهذا أحيانا أفرشة أحيانا أقطان أحيانا مثل ما ذكرت لش بقايا المحلات الخياطة نعم بعد طبعا تصنيعها وظهورها بالشكل المستهلك لا يصعب عليه التمييز يعني بين الطبي وبين السليم وغير السليم لكن طبعا صارت تظهر كثير من الأمراض وهي طبعا صراحة مؤشر على أن في أضرار صحية كبيرة لهذه الأفرشة ومن ضمنها طبعا كثير من الناس لاحظوا ظهور بعض الحشرات والبكتيريا والروايح الكريهة بعد استعمال هذا الأثاث وطبعا في ناس كثير أيضا من ضمن العوامل اللي إحنا سبب المنع أن بعضهم طبعا ينام على خاصة بالنسبة للمنامات تكون متحركة ممكن تأثر على الظهر العمود الفقري الرقبة طبعا لها آثار سلبية وصحية على المستوى البعيد لأن المستهلك لا يعلم ما بداخل هذا الأثاث صحيح طيب بالنسبة لأبرز المخالفات يعني اللي تم رصدها وين كانت تتركز هل رصدتها من مختلف محافظات السلطنة ولا لا في بعض المحافظات كانت فيها أكثر يعني رصد لهذه الحالات صراحة أكبر كمية رصدناها في الصلالة صلالة؟ نعم كانت طبعا وجدنا سبع شاحنات تأخذ هذه الأسفنج وهذه المخالفات العمال كانوا يعملون على مدى أربع ساعات متواصلة حتى يعني يستطيعوا تعبية هذه الشاحنات طبعا كانت كمية كبيرة جدا وجدوهم أنه طبعا في مسكن مستأجرين مسكن غير مصرح يقومون بالخياطة وكسي الوسايد والكراسي طبعا هذه بعد يضيفونها بعض المواد الكيميائية وتخرج بشكل اسفنج يسمى بلوكات الاسفنج وبعد ذلك يتم حشيها في الوسايد وفي الكنبات اللي طبعا تظهر بالإضافة إلى الرصدق بركة السيب فتعددت المخالفات في هذا المجال لأن تعرف المستهلك أول ما يصل إلى المحل لا يرى كيف يصنع هذا الأثاث صحيح وإنما يكونه معروض بالضبط نعم فما يعرف وين مصدر هذا الأثاث كيف يصنع هذا الأثاث كيف شكله فإحنا طبعا لازم المستهلك نوعي بهذه المسألة جميل ويعرف أن الأثاث النظيف أو الأثاث الجيد أو الطبي عادة تكون في أسلاك معدنية نعم ويكون مصنوع من لب الأشجار وليس صلب لدرجة أن يكون لهم كذي يقولونهم إذا شفت جامد جدا فهذا ممتاز طبي رقم واحد فللأسف أحيانا البعض لا يعي إيش هو الأثاث السليم أو الأثاث الصحيحة أو الأثاث اللي فعلا ممكن أن يشتري وللأسف كثير من المحلات تقوم بشراء الأثاث المستعملة البعض يعني من بعض المنازل أو تأخذها من القمام وتعيد صحيح طيب يعني مثلا أنا كمستهلك هو يعني مثلا أصيب بحالة مرضية معينة جلدية إيش ما كان يعني عادة الواحد ما يخطر في باله أن المتسبب والله هذا الأثاث أو هذا الغطاء أو هذه المخدأ أو إيش ما كان أو هذه الوسادة يعني فبالنسبة للحالات اللي أنتوا رصدتوها وكيف توصلتوا أن السبب استخدام هذه المخلفات وبالتالي يعني أن صدر هذا القرار يعني أكيد هذا عمل تشكرون عليه في ربط الأمور بعضها وبعض للوصول إلى السبب فعلا نعم طبعا إحنا بدأت طبعا في من ضمنها اللي هي صعوبة التنفس عند البعض ظهور بعض الحشرات الصغيرة طبعا المستهلك يعمل يعني أدوية ضد الحشرات لكن تظهر لأنها موجودة داخل فطبعا بعض اللي وصلتنا بلاغ من بعض المستهلكين أنه فعلا وجد مثل هذه الأقطان هذه الموجودة داخل الأثاث ومن ثم وجدنا سببها أنه ما يعملون في النور نعم يعني يستأجرون منازل بعيدة عن يعني عيون الناس ويقومون بالعمل وحيانا لا تكون لديهم حتى محلات مرخصة نعم يعني فهذا إحنا دائما حريصين على أن المستهلك يكون على وعي بأخذ الفاتورة يكون على وعي بمعرفة الأثاث الجيد لا يشتري من أي مكان حريص أن الجودة مهمة جدا طيب أيضا هذه المراقبة تم على أيضا الأثاث المستورد ولا فقط دققتوا على اللي يعاد تصنيعه في السلطنة إحنا صراحة بدأة اللي هي اكتشفنا اللي يعاد تصنيعه بالنسبة للأثاث المستورد ما تم اللي هو هذا اللي معاد تصنيعه اللي لما الواحد يروح محل ويطلب تفصيل شيء معين يعني نعم على كيفه طبعا يتم بسعر بسيط جدا أنا أعتبره ما سعر بسيط لبعض يعني شي صفعر سعر غالي ويكون المستهلك دفع قيمته لكن يتفاجأ طبعا بوجود هذه الأشياء داخل الأثاث أحيانا حتى الخشب نفسه يكون خشب مستعمل وليس خشب ذا جودة وأيضا يستخدم في هذا الأثاث لأنه يطلع شكله الخارجي بس هو قوماش من بره فالخشب يكون داخل طيب نأكد مرة ثانية على العقوبة ذكرتها بشكل سريع ولكن أكد في حال اكتشاف مثل هذه المخالفات أشياء الإجراء اللي يتخذ طبعا نحن مباشرة نتم ضبط المحل وفي غرامة قيمتها 500 ريال ما تشوفونها شوية 500؟ 500 هذه بالنسبة كغرامة إدارية نحن متاح لنا نفرضها أما بالنسبة للقانون العقوبة هي لا تقل عن 2000 ريال ولا تتجاوز 50 ألف وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات يستاهلون صحة الانسان فهذا صحة المستهلك فعلا لأنه يعتبر هذا غش في البضاعة المقدمة للمستهلك وفي نفس الوقت تهدد صحته وسلامته أو ممكن للمتضررين أنهم يرفعون أيضا قضية أيضا أيها لهم حق التعويض نفس الشيء بالنسبة إذا تضرروا هذا طبعا من ضمنه ويتم مصادرة السلع أيضا الموجودة جميعها يتم مصادرتها وممكن غلق المحل أيضا ممكن ولا بعد غلق المحل يعني ليش ممكن؟ طبعا نحن غلق المحل بإذن طبعا من الإدعاء العام ومن ثم إذا المخالفة فعلا يعني أحيانا تجد أنه كمية بسيطة لكن إذا المخالفة ممكن أوجب غلق المحل وهذه عقوبات كلها واجبة موجودة في القانون طيب في حال أنه أنتو اكتشفتوا واحد من المحلات المخالفة وعرفتوا أن هذا كل الأثاث اللي يقوم بتصنيعه من هذه المخالفات اللي أكيد تضرب بصحة المستهلك هل أيضا تسعون لمعرفة مثلا المستهلكين اللي شارعوا منه وبالتالي توعيتهم على أساس أنه ما يلحقهم أي ضرر؟ طبعا هو نقوم نحن بهذا الإجراء وهذا الإجراء أيضا نص عليه قانون حماية المستهلك لأنه فيه خطر يهدد صحة وسلامة المستهلك وضروري جدا إبلاغ المستهلكين اللي هما أخذوا هذه البضاعة وأخذها هذه البضاعة منهم نفس الشيء وتعويضهم عنها وهذا الشيء طبعا كلها إجراءات تتم بعد ضبط المحل جميلة جهود مقدرة حقيقة تقومون بها لحماية المستهلك من مثل هذا التلاعب في مختلف حقيقة نقوم بشكل أشياء عجيبة غريبة للأسف إيش نقول يعني هذا اندل فإنما يدل على غياب ضمير بعض هؤلاء التجار اللي تلاعبون بصحة المستهلك لا لسبب فقط إلا من أجل المكسب ترى هذا المكسب حرام على فكرة يعني أفتت عايدة إذن شكرا جزيلا أستاذ ناصرة شكرا لهيئة حماية المستهلك اللي حقيقة لا تألو جهدا لطبعا حماية المستهلكية كذي اسم على وجه ما من هذا التلاعب وأيضا الضرر اللي يلحق بيهم شكرا جزيلا أن الأستاذ ناصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك شكرا جزيلا اللي تنورتين فيه من عمان الله يعطيكم العافية نشكور شكرا شكرا شكرا